السلام عليكم معاكم احمد اليوم نحب نتعرف كيف يتم تنصيب الستايلات الى متديات بHPVP الموضح هو سهل للغاية في البداية نبحث عن الستايل الذي نرغب في تنصيبه في المنطدة وعلى سبيل المثال هذا نقوم بتحميله بالضغط هنا مثلا على الستايل ونقوم بتحميل الستايل بعد تحميل الستايل نجد الستايل هنا نفتح الضغط عنه بعد ذلك نجد مجلد الستايل هو هذا وداخله ثلاثة مجلدات image set, template, theme وملف اسمه style configuration الان نعم فكرة نرفع هذا المجلد الى مجلد اسمه بداخل المجلد الرئيسي للمنتدى انا اشتغل حاليا على السرفر المحلي السرفر التجريبي ولذلك نعتبر هذا اللي هو htdocs هو عنوان الموقع ومسار المنتدى بداخل مجلدات المنتدى نجد مجلد اسم styles هذا هو المجلد اللي يهمنا والذي سيتم رفع مجلد الستايل الى داخله نجد هنا ايضا قائمة او مجلدات الستايلات المركبة في المنتدى مسبقا نقوم الان برفع الانفينيتي يعني في العادة نقوم برفع المجلد عن طريق برنامج ftp ونرفعه الى مجلد الرئيسي المنتدى او المجلد styles الموجود في المنتدى لكن الان يشتغل على الكمبيوتر راح يكون النق سريع جدا بعدما نرفع المجلد كامل الى مجلد styles بداخل المجلد الرئيسي المنتدى ندخل الان على لوحة التحكم الرئيسية هذا style مثلا اختر على لوحة التحكم الرئيسية أسجل على لوحة التحكم ودخل مرة أخرى والان نشاهد في لوحة التحكم الرئيسية عدة خيارات منها الستايلات اختر الستايلات عندما اختر الستايلات أجد قائمة كاملة بالاستايلات المركبة مثل Pro Silver, Sub Silver, HanCash وغيرها والآن الستايلات أزيلت أو لم تركب بعد مثلا هذا هو الانفينيتي اللي قمناه مسبقا برفعه في خيار على الجهة اليسرى اللي هو سمى الأفعال وممكن نحن نضغط على تركيب بعد ما نضغط على تركيب نختار في الخيارات نحن نجعل الفعال نعم نجعل الستايل الافتراضي نقول له نعم ونقوم بالإرسال بعد الإرسال نتأكد أنه تم نقل الستايل إلى انفينيتي عن طريق مشاهدة هذا العدد إذا قمت بتركيب الستايل وما زال الستايل القديم موجود قم بتعطيل الستايل القديم من هنا تعطيل ورح ينتقل الستايل الأعضاء اللي يظهر عندهم الستايل القديم رح يكون عندهم الستايل الجديد على سبيل المثال هذا هو الستايل الآن ونشاهده أنه موجود هذا الستايل اللي قمنا بتركيبه له الانفينيتي إذا رغبنا ونرجع للسوبانوف مثلا نضغط على تفاصيل بعد ما نضغط على تفاصيل وممكن نحن نقول له جعله الستايل افتراضي وإن شاء الله تواجهنا الآن المشكلة اللي أرغب نعم هذه المشكلة اللي كنا نرغب أن نتحدث عنها الآن جعلنا الستايل الافتراضي له سوبانوف والانفينيتي ما زال شقال ونشاهد أن الانفينيتي ما زال هو الافتراضي نشوف نعمل التحديد وما زال الانفينيتي هو الافتراضي نقوم الآن مثلا بالتعطيل ونشوفها الآن رجاء هذه بس كانت تلميحة صغيرة إذا واجهتكم مشكلة ولكن عملية التنصيب هي سهلة أولا تحميل الستايل على البيتسي أو الكمبيوتر فتح الضغط عنه رفع مجلد الستايل إلى مجلد الستايل الموجود في مجلد الرئيسي المنتدى دخول إلى لوحة التحكم ثم ستايلات بعد ذلك تركيب وتحديد أما إذا كان الستايل الجديد افتراضي لجميع العضاء أم لا شكرا للحسن للإستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته